السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد في قناتكم تربية بيتي ان شاء الله نهاردة هنتكلم عن مكون مهم جدا جدا واساسي طبعا في تكوين البيض سعره مش غالي وبس يكون الحكاية ان الناس بتخاف تستخدمه كتير لان استخدماته للبيض الزيادة ديت بتضر انتاج البيض او بتضر الفراخ منها في حد ذاتها هنتكلم بالتفصيل عنه وعن كل اهميته وازاي نستخدم الجرعة الصحيحة وقد ايه هيضعف لك انتاج البيض ضعف اضعاف اللي انت بتخديه من البيض هيضعف انتاج البيض بمعلقة واحدة بس هنحطها على العلف بتاع الفراخ وهتشوفي النتيجة ان شاء الله نتيجة هيلة جدا جدا هتكتب البان بعد اسبوعين ثلاثة ما شاء الله هتلاقي انتاج جميل جدا جدا من البيض وكمان حتى لو اشرت البيض ضعيفة هتلاقيها بقت قوية لو الفرخة لا قدر الله بتنزل البيض برشت اللي هو البيض اللي بيعملوش اشرة خالص الفراخ البيضة حكمها صغير لأ تلاقي حجم البيضة كبير وحلم كل ده هيعمله المكون البسيط معنا اللي هنا هستخدمه النهاردة البداية كده الفراخ بتاعت دي ات نوعها جميزة عشان الناس دايما بتسألني الفراخ دي نوعها ايه فيهم جميزة وفيهم بلدي مشعر تمام اا يعني الاصفر او البني دوت بجهات دي دي بلدي مشعر الفراخ اللي ما انتوفرش هديا دي فراخ اا في مرحلة القلش على فكرة مرحلة القلش دي بتبدأ من شهر ستة وتستمر لحد شهر اتناشر اا مش كل الفراخ بتقلش مع بعض في وقت واحد كل فرخة على حسب صحتها وعلى حسب ما يجي لها كفها يعني اا لاssa عشب صحتها يعني القلش دوت ممكن ياخد اسبوع ممكن ياخد مع الفرخ الواحدة ممكن ياخد مع اسبوع ممكن ياخد اتنين ممكن ياخد ثلاثة ممكن ياخد شهر استخدمنا فيتامينات وحاجات كتيرة قوي معاهم واحد والزات الحديد اساسي مع الفراخ اللي بتقلش وبرشها بيقع عاديا الاهم حاجات واستخدمي معها عنصر الحديد وجبنا حاجات طبيعية وجبنا حاجات آآ من الصيدلية آآ في فيديوهات اللي فاتت اللي اللي حايا بيشوفها يتابع موضوع القلش يكتب القلش تربية بيتي خش جوه القناة وفي السيرشل كده تكتب القلش او تكتبي مصدر طبيعي للحديد هتلاقي برضو مصدر طبيعي للحديد كل ده هيساعد جدا في موضوع القلش ده الفراخ لازم اهم حاجة التطيير والتعكيم والتنظيف آآ اهم حاجة تزبيط درجات الحرارة انه هما ما يبقوش ساعة عنين قوي لان داخل علينا برد وداخل علينا شتا فعلى قد ما تقدر يقفلي ودف فيهم ما يتعرضوش لطيارات هوا عشان ما ياخدوش منك برد خسارة وحرام بعد ما ربنا وتعبنا علشان حاجة بسيطة زي كده يقعي ويمرض ويموت مننا خلي بالك قوي قوي من طيارات الهوا من ان المكان يكون دافي وتفتح مرة واحدة دي دي مهم قوي كمان آآ مهم جدا جدا ان احنا نستخدم آآ 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 الشربة شربة الديدان بشكل دوري بشكل منتظم دي مده اساسيات تربية الفراخ البيضة اي حتى عايز ربي فراخ بيضة لازم اهم حاجة يهتم بالعلف بتاعها لازم تاخد علف تركيز ستاشر الناس برضو اللي بتشتكي اني ما عندهاش تركيز ستاشر في تركيز اربعتاشر في تركيز حداشر فده اربعتاشر ده بيضع في الفراخ فما بالك بحداشر بقى يعني هو اربعتاشر هيدعف الفراخ بس يعني بيقلل الدهون ولو 11 برضو ضعيف جدا فانت بدلا ما تدهولهم كده اصافي فممكن تعدليه شوية بانك لو انت مخالص يعني مفيش ستاشر ده خاص ممكن تعدليه بانك تضيفي جزء من آآ او كمية مناسبة معاه مسلا كلو من ده على كلو من علف تركيز واحد وعشرين في المية يبقى انت كده هتاخدي علف ايه متعادل شوية او متوزن شوية انما افضل تركيز للعلف البيض للفراخ البيض هو علف 16 وممكن علف 18 برضو كويس اه ده افضل تركيزات ليه كمان الاضاءة بالنسبة للفراخ اللي بتبيض لازم الاضاءة اه نطف النور عنهم من 8 ل 6 ساعات في اليوم تعالوا بقى نبدأ في المكون بتاعنا النهاردة وهو مكون سهل خالص يعني يعتبر بديه كده للبيض بس ما حدش بيتكلم عنه كتير وهو سنائي فوسفات الكالسيوم مش السوديوم الكالسيوم بقى ده عبارة عن بودر زي ما انتو شايفين كده ومتحجرة كده شوية فمش مشكلة يعني آآ بنقطعها ونحطها بتعامل ازاي بقى ده طبعا بنفاش تحطها على المياه نهائي فبنحطه على العلف بنحط معلقة كبيرة على كل خمسة كيلو من العلف علقة كبيرة على كل خمسة كيلو علف بالطريقة اللي انت شايفين هدي انا حبيت اعمله لكم عملي وهروه لكم قدامكم علشان تشوفوه السنائي فوسفات الكالسيوم ده عبارة عن كالسيوم بتروحي للعند البطري وتقولوله عايزة كيلو من الكالسيوم الكالسيوم دوت كيلو منه بعشرة جنيه ده سايب بديني الكيلو بعشرة جنيه احسب بقى المنطقة اللي انت فيها هيبقى لك بكام ما عرفش وكمان طبعا دي زيادة من عندي انا بحب عندي جايبة برضو كيس كده اا صدف كيلو او يعني برضو اعتبر كيلو بعشرة جنيه برضو بس صدف نوع نضيف وده سنائي فوسفات السوديوم اللي مش بتلاقي في سنائي فوسفات السوديوم ممكن سنائي فوسفات الكالسيوم هيغني شوية وكمان اا سنائي فوسفات السوديوم فيه منتج اسمه داي بازك داي بازك ده حلو جدا جدا هو نفسه بس اعلى شوية اا او ممكن بقى تستخدمي سنائي فوسفات الكالسيوم زي ما انت شايفك كده مع الصدف او بنقلبه على العلف وبنتقدم للفراخ اا بنحطه اا يعني مرة كل اسبوع مسلا او يعني العلف ده هيكافة فراخ يومين تلاتة يبقى يومين في الاسبوع يومين في الاسبوع على العلف كل يعني على كل خمسة كيلو هنحط ايه اا معلقة ممكن نستخدمه في كل اسبوع يومين في البداية لو فراخك اطع بيت خالص ومرايحين خالص وانت عايزة تنشطيهم ويشتغلوا هتحطيه كل يوم كل يوم لمدة شهر بعد كده بنحط يومين او تلاتة في الاسبوع تمام ما انكترش يومين سنائي فوسفات الكالسيوم ده خالص لانه هو طبعا زيادة الكالسيوم في جسم الطائر بتضره جدا زي نقصه فالمتوسط حلو والمعقول حلو هي معلقة على خمسة كيلو بتحط مرتين كل اسبوع في البداية خالص هتحطي عايزة نشاطي قوي ممكن اول ما هتحطي وفراخك حاس طوام عطشانين يعني كده وما يعني ضعاف خالص ما عندهمش بيت او قطعين بيت حطي لمدة شهر كل يوم كل يوم بعد كده اا يبقى مرتين او تلاتة في الاسبوع بعد كده افراخك حلوة والبيضة كبيرة وجامدة وقوية واحيانا بقى بقى تلاقي مشاكل من استخدام الكنزم دوت لو لو بدأ يعمل المشاكل وتلاقي البيضة الشيطة مبرخ شنت كده لأ خفي ايديك بقى من الكالسام ده واستخدامي مرة في الاسبوع مرة في الشهر وهكزا رياحي شوية اسبوعين تلاتة منه وبعدين رجعت دي تاني اي حاجة لو استخدمناها بالطريقة الصحيحة هناخد منها نتيجتها الصحة لكن لو استخدمناها بالطريقة سيئة وبلغنا فيها طبعا هتجيب لنا يعني مشاكل وحاجات اا احنا مش متوقعينها استخدامي السوناء في صفات الكالسام ده ودعي لي لانه دوت يعني جميل جدا 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 في زياد انتاج البيض وهتشوفي فرق انتاج البيض بالزبط بعد الشهر من استخدامه وشوفي الفرق او شوفي حجم البيضة وصلابة الاشرة بتاعتها اتمنى يكون الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس اشتركوا لكم منا كل جديد ويا ريت لو تشوفوا الروابط بتاعت الفيديوهات التانية اللي اللي انا اا بقدمها لكم تحت اا تشوفوها وتقول لي رأيكم حبا جدا ان انا اشكر كل الناس الجميلة اللي بجد جميلة واحساسهم عالي وزوقهم عالي اللي بيدعموني في كل مكان وبيدعموني في كل الفيديوهات وبيتبقى فيديوهاتي بكل القنوات بتاعتي انا مشكرة جدا لهم والله فكرة القنوات ديت كل حكاية ان انا فعلا يعني في معلومات كتيرة حابة ان انا اوصلها للناس كلها في كل المجالات مش عشان يعني الموضوع فرد عضلات ولا حاجة والله بس هو هي جات جات مع بعضها كده انا بحب الطيور بحب تربيته الطيور دي هواية وشفت ان في ناس كتير مش بتوصل للمعلومة يعني ايه انا حاسة ان انا عندي حاجات ممكن اقولها وطريقة وافكار وحاجات ممكن تسعد الناس او تسعدهم اا ده بنسبة للطيور الموضوع بتاع الصحي ده انا بهتم جدا بموضوع بالناحية الصحية تماما اا يعني اهم حاجة في حياة الانسان تشوفي كده لو ملياردير ومعندوش الصحة بيبقى يعني مش سعيد خالص لكن لو انسان عنده صحته حلوة وقادي يتحرك يعني عنده امل المرض وحش ربنا يكفينا شره اا والقارئة بتاعة يوميات ماما ديت على اساس ان برضو في ناس بتحب وصفاته وحاجات اا تكون عادية وحاجات اقتصادية اا يعني كانوا متنوع اا اتمنى ان تشوفوهم متعجبوا وتقولولي عجبوكم ولا لأ مش ها يعني تقولوا رأيكم فيها شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة